السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتي شهوات امني زرب بيتيت كويزين كنتمنى تكونوا في احسن احوال وانتم كتشاهدوا هالفيديو اليوم ان شاء الله جيتكم في فيديو جديد ووصفات جديدة ووصفات صيفية مئة بالمئة كنتمنى حقا انها تنال اعجاب ديلكم وتجربوها ما تبخلوش عليا باللايكات ديلكم للايك والتعاليق راهم اللي يخليوا الفيديو يشوفوه ناس وحدين اخرين فلهذا ما تبخلوش عليا باللايك ديالك وتعليق زوين بحالك واللي ما زال ما مشتركش محبا بك اختي شتركي في القناة وفعلي زر الجرس باش يوصلك الجديد ديالي ان شاء الله وغادي نخليكم مع اسيمة الفيديو فرجة ممسعة وبسم الله على بركة الله فهنا اول حاجة غادي نحضرها غادي نحضر معكم واحد طرطة اسبانية اسميتها طارطة دي تريست شوكولاتي يعني واحد طرطة كتجيب ثلاثة الانواع ديال الشوكولات ثلاثة طبقات مختلفين كتجي واعرف المادة اخذي لها طارطة ماوية حضرها الضيف ديالك كتجي غزالة بزف 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 المهم هنا غادي نحتاج ميتين جرام ديالبيسكوي ماريا مطحون ونستعليه مية وخمسين جرام ديالزبدة اللي دوبسها كننلبسوا لبسة اذاك البيسكووت بزبدة نصاب معكم اول طبقة اللي كنصابها بشوكو فوندير او الشوكو فوندير 50% دي الكاكاو هالطارتا باش نكون معكم صريحة شوية يعني فيها المقادر وعرو دي تحمر تلوجه احتفضي بها شو فيها وحتفضي بها المرة اخرى الى عندك الضياف ودريها علش الله المهمة البناز عندي 150 جرام دي الشوكولات شوفوا بالصدفة لقيت هذك وخادر حتى هي فيها طارتا دي تريست شوكولاتي انتما باش تعرفوا انها وطفة اسبانيا مئة بالمئة المهمة البناز عندي 150 جرام دي الشوكولات اسود يعني الشوكولات بالكاكاو عندي ميسين ميليليتر دي الكريمة السائلة وميسين ميليليتر دي الحليب واحد الصاشي دي الكواخادة كواخادة كتباع في مركادونا اللي ما عنداش كواخادة غدي تدرجوش معلقة دي الانشا ما يكونوش عامرين بزيف اولا غدي تدير واحد الفلان دي الشوكولاتة يعني سيبقى لك الاختيار صافي ودرت واحد المعلقة دي السكر علش لان هاد الكاكاو يكون شوية مر عفهم الشوكولاتة تكون شوية مرة وانتما يعني سيبقى لكم الاختيار اللي كتبغيو الشوكولات الدوق دي لمر خليوهم اضيفوا الى السكر لواله من مع القره ماشي شي حاجة صافي كان وضعها فوقع في مهيلة مع تحريك مستمر حتى كنحس بها ذاك الشوكولات داب سماما وكيولي عن القوام دي هذيك كريمة صافي ما فيهش هذوك الحبيب بس دي الشوكولات غير كي يدوب ذاك الشوكولات ويمتازج مزيان الخاليط غيك اطلع فيه الغلية كنحيدوه كيف قلت لكم الكواخ هادة ماشي ضرورية اللي معداش كواخ هادة تدير غير جوج مع القضية اللي انشاء فراها غتجي عاقدة وتجي زوينة ايو صافي هنا مباشرة غادي ندوز غادي نخويها الطبقة الاولى دي الشوكولاتة الشوكولاتة بالكاكاو غادي نخويها فوق من البسكوي مباشرة ودائما كندير هادة لاصباتو لها كتحس من الخاليط باش مكيت تقبج هذك الطبقة اللي تحس من التحسانية ايو صافي غادي نخليها ندخلها التلاجة واولي لكنتو غتخليوها على برا ندخلها المجمد ولكن نغطيها الفوق بذلك الورق دي المطبخ اه الباب بيل دي المطبخ كنت نغطي باش ذاك العرق اللي كي يطلع كيتشربو هذك الورق دي المطبخ المهم هنا راني وريسكم شوكو فون دير اللي استعملت في الطبقة الاولى هو هدا الشوكولاتة النيجرو كيكون فيها خمسة وخمسين في المياه دي الكاكاو وهنا الطبقة الثانية غادي ندير شوكولاتي كون ليتي يعني الشوكولاتة بالحليب اي نوع شوكولاتة بالحليب استعملو ماشي بالضروري شي شوكولاتة معينة اي نوع انتو ما بغيتو ديرو هنا كذلك عندي مية وخمسين جرام دير الشوكولاتة بالحليب فالنفس الطريقة اللي درنا الاولى ندير الثانية 100 ميلي لتار دي الكريمة السائلة ومية سين ميلي لتار دي الحليب واحد صاشي دير كواخادة هال صاشي كواخادة كيف قدتكم راها كتباع في الميركادونا كتديروا صاشي دكواخادة او اللي ما نصفرها كتدير يا اما فلان دير الشوكولاتة يا اما كتديري جوج معانق دي الناشا هذا مكان البنات صافي هنا مدرت لها السكر لو ولو علاش لان الشوكولاتة بالحليب كتكون حلوة ما محتاجش ندير لها السكر زائد الكريمة السائلة حلوة اي هو صافي هنا البنات نفس الطريقة سوف نخلط تاني هاد المكونات مع بعدياتهم حتى كيدو بلي هاد الشوكولاتة بالحليب وكيمتازج مع الخاليط مزيان وكتطلع فيه الغليا عادة كنحيدوه من فوق النار يعني عافية تكون مهيلة ما تكونش مجهده ما تكونش متوسطة تكون عافية مهيلة باش كيدو بنا هادك الشوكولاتة على خاطره وما كيتتحرق منه الخاليط من التحت يو صافي كيف تشمعي هنا راني ما حبسش من تحريك نهائيا صافي هنا سوف نحيدو وغادي ندوز مباشرة باش نخويه فوق الطبقة الثانية فوق الطبقة اللولة عفون بعد ما شدت فراسة دائما كندير هاديك سباتولة تحت من الخاليط باش ما كيتتقمش الخاليط وما كيدخلش خاليط في خاليط صافي هنا ثاني خويت هالطبقة الثانية تنحاول نحيدو كالزوائد من الكسرون نحنا مسامحين فوالو ايو صافي هنا ثاني غندخل هالمجمد باش كنسرع على رسيل عملية غير كيف قلت لكم نحن سوف نحن بالطبقة الاخيرة اللي هي عبارة على مياه وخمسين جرام درج الشوكولاتة الابيض وميسين ميلي حليب وميسين ميلي كريمة سائلة وحصة شكوة يعني نفس الطريقة كنديروها يعني فانواع الشوكولاتة بتلاسة كيف قلت لكم انا عارفة بان هالطرطة شوية مكلفة ولكن مش ضروري احنا مش دايما كنديرو كل شي اقتصادي كي يجي واحد المناسبة كي يجي شي عيد ميلاد حال انا هالطرطة اول مرة دوقاتني من هججرة وحمقاتني ومن بعد بقيت نشوف كمني كنجلس شي كافي كتبالي في تلاجة تشهيني وقلت سوف نجربها شينهار ونشاركها مع المستبعات لان الحال ونزدنا يجب ان يجب ان تفضل يجب ان تحضل لكي تفضل لا تدرك لكم هاتيك الطبقة ونزل طبقة الاخيرة ديال الشوكولات الابيض دخلتها للمجمد وخليت حتى بردات مزيان وشدة فراسة شوفو هنرى مع عرقات موال ولا حقاش كنت خليتها لبرا حتى شدة فراسة عادة دخلتها بردات في الثلاجة عفوا في المجمد انا باش نسرع الوقت مع التصوير قدرتها في المجمد وانتم اذا عندكم الوقت تديروها بالليل وحتى اللغة اللي عادة كولوها والله البنت غا تحمقوا عليها كتجي واعر بمعنى الكلمة كتزين فلكم الاختيار ممكن تخلي اغي سامبل ممكن تدري لها شي حاجة خفيفة يعني بحالة تحكي الشوكولات بياض وكحال وبالحليب ودرهم هكا مخالفين مع بعدياتهم انا هنا كانت عندي واحد شوية ديال الكريمة كانت قربتي سهلة التاريخ وقلت اه را نحيدها نزيين بها بلا ما تضيع يعني بلا ما نضيعوها تضيع ما تيبغيش للحصة ودرت بها هاد الوريدات هادا هكا وريدة فوق وريدة من الفوق وغادي نزيين بهاد الحبيبات ديال الشوكولات اللي عندي في هني ثلاثة الالوان الشوكولاتة بالحليب والابيض والاسود ايه وصافي حبيباتي هنا رازيين انتم من بدعة ودست حجيرات وحدين اخرين ايه وصافي كانت هدي هي الطرطة دياللي وما كانت منها حقا هنا الاعجاب ديالكم جربوه كان نصحكم بلاد اللي عندهم هاد المقادر نوضو جربوها والطوع لي الخبار را غزحمر لكم وجهكم لمع العائلة ولمع ولداتكم ولمع ازواجكم وحتى المع وعقايزاتكم ها غاز عجبهم ان شاء الله ايه وصافي هنا غادي ندوز نحضر معاكم بريوش وصاندويت جات مالحين من عجينة وحدة انا علش كان قديما بزاف كندير لكم هكما من عجينة وحدة وخدتكون مختلفة حيث عليها الطلب بزاف هذا ما كان لبنات واي اقتراح انتم مبغيتو غير خليوه ليه في التعليق وانا معلية الا التنفيذ المهم هنا عندي 600 جرام ديال الطحين وعندي معلقة كبيرة ديال خميرة الحلويات عندي جوج معلقة ديال سكار نص معلقة صغيرة نص معلقة ديال خميرة الحلوان نص معلقة صغيرة ديال الملح معلقة كبيرة عامرة ديال الزبدة واحد البيضاء وغادي نعجن بالحليب الفطائر اللي كان نعجنوهم بالحليب رح نحن تحصلوه لواحد النتيجه هائلة ما عندك ش الحليب ماشي ضروري ارغب الماء و تزيدي واحد الفريميجه ولا واحد المعي القديه اللي يبني دو ولا يغور الطبيعي ولا ممكن تستغني عليه نهائيا وتعجني غاب الماء عادي لحقاش رح عندك الزبدة الماء يعني مش ديري الزيت هاده التفاصيل رحه بسيطة ولكن رحك تعطي واحد النتيجه هائلة اللي جينا يعني تقدري تستغني على واحد الحاجة اصلا هي السبب باش كتكون العجينة ديالك زوينة ايه وصافي هناك كيف شو معايا رانيد لكت العجينة ديالي مزيان غير حاولت ان ندخل في هالممزين وكتكون العجينة رطبة وما كتلسقش في اليد هنا رايح القصرية يعني شوية كتلسق هاد عريش كتبان لكم كتلسقوا لكن هي رمكتلسقش باليد غي هي رطبة حطيتها في هاد الاناء وغطيتها وخليتها خمرات مزيان عندما هاد الحرارة خمرات فرمشة العين شوفوا القاومة العجينة شحة خفيفة هاد العجينة واعرة جربوا بها اي حاجة انتموا بغيتوها واعرة جربوها على حسابي واعتمدوها في المطبخ ديالكم انا غادي نقسمها على جوج طبعا حيث بغن خرج المالح وبغن خرج الحلو هنا غادي ندير واحد صندويتشات مربعين اللي غايجيوا بواحد الحشوة اقتصادية ما غاتش تحتاجيش تشعليقة على بوطة نهائيا على هاد صندويتشات هادول المالحين ولا الحلوين يعني هاد شعلي غال فران صافي هناك ناخد العجينة ديالي كنحاول نطلقها من الاحسن ما ترقوهاش باش ميجيوكمش صندويتشات رقاقين انا هنا كنترققتها غي شوية ماشي بزاف حيث اصلا انا تعمت ندير صندويتشات ما تكونش فيهم كمية ديال الخبز كثيرة حيث انا تبا كنحاول شوية نضعاف ما كان بغيش نكتر عليها العجينة بزاف ايو صافي هالبنت ولكن اللي كيبغيهم غلادين راكي جواعر يعني خليوا العجينة شوية غليضة وطلقوها به هاد شكل هادا من بعد كتحاولوا تقعدوها من جنيبات باش كتشكلوا بها مربعات تماما كيف ما كتشوفوا في الفيديو صافي هنا شكلت مربعات وغادي نحطهم هنا يفوق ورق الفرن هنا رتا جيت نطيب ورقيت راسي ورق الفرن مبقاش ليه فاستعملت غيش يوحدين كانوا عندي في الفران مستعملين ديجا مستعملين اه صافي وستعملتهم يعني غيمسحتهم وعاودت استعملتهم ماشي مشكيل غيش هو الحاجات يتكون فيها لي دام هاديك ما كنقدرش نخليها لحقاش كتلق واحد الريحة خايبة مزوينة شو ما كيقدرش تستعمليهم مرة اخرى حس كي تلقولك الماضاق في ذاك الحاجة اللي انتعاد طيبة فيهم المهمة البنات هنا دهن الساندويشات بالبيض اه صفار بيضة مخلط مع شوية دي الحليب ورشيت تماما بزنجلان بيضو كحل باش كي اعطني واحد المنظر زوين وغادي نخليهم يخمروا عاد غا ندخلهم الفران وهنا غادي ندوز نحضر معاكم واحد البريو شرولي هو شنيك ولكن ما غاديش نسميه انا شنيك لان شنيك نحتارموه عنده القوانين ديالو عنده الطريقة ديالو فهنا غادي نصاب معاكم بريو شرولي بالمربع الطريقة الساهلة وبسيطة كي يجي ولا ارواع المهم بنات اللي غايبغيو الشنيك مورق وزوين ووعر را عندي في القناة بطريقة الساهلة انا نقدر نحطو لكم هنا في صندوق الوصف الفيديو ديالو الى ما نسيت نقدر نحط لكم ثا واحد المقطع صغير من الشكل النهائي ديالو هنا في انا نيس في الفيديو كي يجي واعر هاداك جربوه بعينيكم غمضين كي يجي ولا ارواع كي يجي تقريبا بحالة على الباتيسري لان كل حاجة عندها الميزة ديالها ولكن كي يجي بحالة على الباتيسري كي يجي غزال مهم حاجة مساوبة في الضر حسن من الحاجة اللي مساوبة في الزنقة ايو المهم راكم شوني لبنات دهن تماغين مربعات ديال مش ماشر شوية شوية بي بيت شوكولات رولي رولي ديالي ما يكونش رقيق بزاف العجينة ما كان رقواش بزاف صافي وتن بدأ نقطع تنقطع هم بهذا الشكل هدا وما تنضغطش عليهم بزاف كنا نحاول نقرسهم غي شوية ونحطهم في الطاوة اللي تكون نفرشها حتى هي بورق الزبدة وكن دهنهم بنفس الخاليات اللي دهننا به الفطائر اللي غنصابوهم مالحين بالبيض مخلط مع شوية ديال الحليب كي يعطيهم واحد لهاشر زوينه وما كيدروش القشرة من الفوق ايو وصفي هنا غنحاول ندهنهم كاملين وغادي ندوز باش نبدأ نطيب الفرن هنرا عندي سخون سخنت الفرن مزيان ندخل اول طاوة كنحاول من بدأ نشكل العجينة الثانية حتى تكون العجينة اللي هو لخمرات باش ندخلوها دي ركت الفرن طيب باش مسبقاناش الاخرى واحد المدة طويلة علاش لان الجو ده بسخون وضغي ضغيكة خمر العجين وهكا غتخسر ليكم ايو وصفي البنات هنا كيف شو معايا راني شعلت الفرن من الاسفل ومن الاعلى على ميتين درجة طيبتهم هانتو ما شوفوش شكل ديالهم كيفاش كيجي هنا جوني شوي رقي وقين هكا انا بغيتهم ولكنتو ما اللي بغوتوا تدلوهم غلاد فتيبقاليكم الاختيار سوف يشوفوا معايا كنفتح بحلة كنفتح غير بعد ياللي عجينو من بعد كنبدا نفتح بسكين بالطول يعني ما كنفتحهم ش كاملين لا شوفو كنفتح غي شوي وكنحبس وكنقلب سكين بحلة كنفتحهم غير من اللي تحت الميتين حقين كذلك تلوهم بحلة شكالية التوستاذة تفسحوهم كاملين سعمرهم بحل شكل يشوفهم يعني هم يجي وزوين هكا غاك باش كانحافظ وعيدك حشوة ما كتمحناش في الماكنة كنخلي واحد جهز سحس مسدوده هنها عندي معلقه كبيرة ديال مايونيز وعندي معلقه ديال كيتشوب وعندي معلقه ديال طحيني تحيني مكتوبة طحيني والكنطحيني انا كنقولها الطحينة الطحينة راها معروفة يعني هي واحد صلصة شرقية ولكن دبرا كتبع هنا في ميركادون انا بكل صراحة كنستمتع مني كنديرها في شي صندويش بنينا كتعطي واحد البنة رائع واحد الاختلاف صندويشات ووعر صندويشات ولا في الصلاطات ولا في اي حاجة كمتعلقة اللي كيكون فيها الخاص وماطيشا وكتجي احتمعها شوارما كتعطي واحد البنة ووعر بزاف ولكن راها ماشي ضرورية ممكن تخلطي المايونيز والكيتشوب باركة يعني باركة فهادو بجوجهم حسا هما راه بنان وكيعطي واحد للدزوينة الصندويش هنا انا دهنت شوي بها ديك السلسل اللي صاوبز ندرس واحد تريف دي الخص واحد دور دي الماطيشة وهنا غادي ندير الطون انا غادي ندير الطون بماطيشة كانت واحد الاخص قاتل ارا عندي بزاف دي الطون بماطيشة وكيبتنا ندير بي لانو دهنت يدير بي هاد الصندويشة تركي جوا وعرين في الماداق متحقروهمش حيث ما فيهمش مكونات بزاف او لا يعني مكوناتهم بسيطة موجودة في اي بيت را الماداق دي لهم خاطر خاطر وهنا عندي اختي البيض مسلوق اليوم كيلة جاج لك فتلى هنا كناع البيض مسلوق عندي البيض مسلوق نقطعوها كدوة ويرات هنا نشوف وراه الى لاحظتو نقطعو الجهة التحسنية بقى مع عمرش مزيان ممكن انكم تكتروا البيض وتعمروه من الداخل هي وصافي هنا انا بشي تحلو حيث اللي عمرنا بزاف غير تحلوه حيث تلعجينه شيشة وطرية هذا عليش حاولت نعمر شوية القياس اللي انا اناكلوه يجعل براكة و جاوني سعامرين وزوينين نستطيع ان نضيفه طن في التحسن والبيض راكة نضيفه لديه الصندويش جمد شبعوش منه خصوصا مع السلسل حارة كدفوه السلسل حارة يجيبنين يا البنات اناكملت عمر الصندويشة ديالي و غادي ندوز باش نزيين معاكم البريوش كيف قلتكم انا ما نقوله شنيك غا نقوله بريوش رولي شنيك كيف قلتنا عنده الطريقة دياله و عنده الحترام دياله غادي نقوله بريوش رولي غادي ندهنوه هنا بشوية ديالنا باج و غادي نرش عليه غي شوية تعلوز محمر ايفيلي يعني سيبقى ذاك الشي غي تزيينه صافي فانتوما سيبقى لكم الاختيار اي حاجة انتوما تتحبوها اي وصافيها البناس و غادي ندوزوا مباشرة للشكل النهائي و كان بغين شكر بزاك البنات اللي كيسولو فيتي يقولي تصغبري علينا انا ما كان غابرش انا غادب واحد من نظام البنات بالنسبة اليوتيوب كنش حال هدي كان حط نهاريه و نهار الله يعني كان ولي يديني مزا صغير و و ما كيتحرك موالو كنت مستغل لها داك الفرصة ولكن ده بس برك الله كبره ولا مش طون و دوره في يعني ذات الزيرات اكثر فكنحاول نحط لكم نهاريه و يومين لا يعني كل يومين كنحط فيديو كل يومين كنحط فيديو يا وصافي والله يقدرنا البناس هاتشي راه ماشي ساهل و كنقولها دائما رات يقول لي قال لك العصيدة بردع يدري تدو فيها راتشي ماشي ساهل راباش شوفيه كشكل كيجيك ساهل تزقولي ياشي نديرونا فرمشة العين ولكن راه مع التصوير راه صعيب و مع الولي الصغار راه صعيب بزاك الحمد لله على كل حال ايه وصافيها البنات فكن هدا وشكل نهائي هدرا من نقوطي و عشام بقيتش ندور ليوم مازال في الكوزينة هاي وصافيها البنات هاتطارطة يا سلام واعرة ماذا قديلها واعر انا صراحة كنت متشوقة اني نجربها و حقا مني جربتها انبهرت بالنتيجة ديالها جات واعرة بزاف بزاف غزالة جربوها على حسابي اكيد غادي تحمقوا عليها و غا تعجبكم و خصوصا الى كانوا عندكم الضياف غير ديروها والله لا عادي انت يحماقوا عليها ايه وصافي احنا شوفوا دوك الطبقات بالالوان كيفش كيبانوا يعني كيبقوا غادي نصدري جيان هاديك غامقة هاديك مفسوحة شوية عادي كان دوزل الطبقة البيضاء ايه وصافي ما نشكر لكمش بزاف نسوا ما جربوه اصلا مقاديرها شاكرينها ايه وصافي البناس ايه كانوا هدو هما الشهيوات اللي حدرت معاكم اليومة كنت حدرت ها التورطة حدرت معاكم بريو شرولي من نفس العجينة حدرنا صندويتشات مالحين هنا علش كنديلكم نفس العجينة باش كنستغلوا الوقت عارفة دب انا الصيف بنادم الله انا ما قادر قاعد دخول الكوزينة وش هيو طالعين في الراس ايوه لكن والوختي كيجيو الضياف كيجيو الحباب والوليدات كتاز بغيت تفرحيهم كتاز بغيت مشي للبحار تحتاجي هدو كالساندويتشات هد البريو شرولي طارت تفرحي بهاوليدات كاكا في الويكند تسبسوا الحد مشي بالضرورة احنا مغان طيبوش قاعد ضروري كان طيبو ايوه المهم وجدو وجدو هادش اللي حساب الويكند تسبسوا الحد را كيجيو واعرين شوفوا سباك لله شحال هشيش هاد البريوش غزال البنات الماضاق ديالو وللقاوام ديالو جاءوا واعر يعني هاد العجينة جربوها بعينيكم مغمضين ايوه صافي البنات فكن هادو مشي هوات اللي حدرت سبعكم اليوما متنسونيش منتشجي عديلكم رامني كنشوف لي لايك في الفيديو وكنشوف التعاليق ديالكم الزوينين وخمس قدري شدري تعالي قدري غير شي ايموجي اللي جاز قدم سبعكس بيها المهم مني كنشوف التعاليق ديالكم وكننعرف بان الحاجة عجباتكم وكننود نشجع النود نصور حاجة اخرى ايوه وغادي نقولكم معس